ينضم إلينا من بيروت الكاتب والناقض السينمائي دورج كعدي سيد كعدي أهلا بك معنا في شبابيك وفي فقرة تراند في البداية أريد أن أستوضح منك آليات اختيار الأفلام للمشاركة في مختلف التظاهرات الدولية ومنها الأوسكار حياكم الله نعم كل دولة ترشح فيلما من مجموعة أفلام تضع أمام لجنة مختصة في وزارة الثقافة أو في أي وزارة أخرى ويتقدم كل بلد بأفضل إنتاج له سينمائيا ولكن هذه مرحلة الترشح أو الترشيح للأوسكار لا تعني أن الأوسكار قبل بأن تكون هذه الأفلام ضمن المسابقة وهنا نتحدث عن معايير الأوسكار لأن بين مجموعة كبيرة من الأفلام من كل دول العالم معايير الأوسكار هي هناك لجنة تنظر في الأفلام المقدمة تتحدثون عن معايير الأوسكار الأوسكار له لجنة مختصة بمشاهدة هذه الأفلام المرشحة من مختلف دول العالم وتختار بخاصة لمسابقة الأفضل فيلم أجنبي باست فورين بيكتشر يتم اختيار الأفلام الأقوى لا تتعدى أعتقد خمسة أفلام ليكون النجاح من نصيب فيلم واحد في هذه المسابقة طيب هل نيل فيلم ما لجوائز سواء كانت محلية أو دولية يسهم بشكل ما في أن يكون ضمن قائمة الترشيحات أم أن الموضوع له علاقة بالإرادات لا أعتقد أن هذه الأمور تتفاعل بهذه الطريقة لا يكفي أن يكون فيلم شاركة مثلا في مهرجان كان الدولي أو مهرجان البندقية أو مهرجان برلين أو مهرجانات الكبرى في العالم كي يضمن أن يختار فيلمه للمسابقة فليس معيارا لا تأثير لمرور هذا الفيلم في مهرجان سينمائي عالمي حسنا نبقى بعي الكاتب والناقد السينمائي جورج كعدي ترجمة نانسي قنقر